اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله نتمنى إن شاء الله تكونوا لكم في حسن حال رجعت لكم اليوم في فيديو جديد اليوم إن شاء الله باش نحضروا مبعضنا وصفة نسية تقليدية بنين برشا وسهلة مهلة وصفتنا لليوم روز أحمر بالجيش أسبقوا شاركت معاكم الروز الأحمر بالحم البقري واليوم باش نحضروا بالجيش باش نشارك معاكم جميع أسرار نجاح الوصفة يجيكم روز بنين برشا طيب في حقه لا نيلة معجن نفرق كل كعبة وحدها بقدرة ربي تجربوه وترحمولي لولدية حاجة سهلة وبنين برشا إذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل اكتبوا لي في التعليق نجاوبكم وطوى نتعديو باش نشوفوا مبعضنا المكونات وطريقة التحذير وطوى باش نبدأوا باسم الله أخذيت الطنجرة اللي باش نطيب فيها حتيتها على النار باش نصبوا فيها أول حاجة 100 مليلتر زيت نباتي وحضرت طريفات من الفلفل الأخضر الفلفل الجرون وفالي اخذيتها كل جرن الكبير قصيت منه طريفات باش نقليهم في الزيت إذا كان عندكم فلفل الجرون استعملوه يكون أحسن الفلفل لديه يسيب البنة متاعه في الزيت في نفس الوقت يتقليه من بعد باش نلقاهوه نزينو بيه نكملت ونقلي طريفات الفلفل ونرجعو باش نكملو الوصفة متاعنا كامل نقلينا الفلفل الأخضر النحيوه نحطوه على جنب حضرت كعبة بسلمة وسطة قصيتها طريفات صغار نحطوه نقليوها في الزيت وباش نزيد عليها قطاع متجيش استعملت أربعة طروف كبار انتو ما استعملوه لحسب عدد العائلة اللي عندكم الجيش حاولو تخسلوه بالقداء باش نقليوه الجيش والبسلتة وفي الزيت نقليوه الجيش مليح باش يجينا الطعم متاعه بنين كامل نقلينا طريفات الجيش مليح تو باش نحط زوز مغارف كبارة تماتم معجونة تماتم وركزة وباش نستعمل شوية من عصير التماتم الطبيعي باش نطيب ورتل روس 500 جرام من روس اذا كان ما عندكمش عصير التماتم باش تحطوه ثلثة مغارف كبارة تماتم معجونة اللي هي التماتم المركزة باش نقليوه شوية تواء التماتم ونرجعو باش نضيفو عليها بقية المكونات باش نزيد تواء مغارف هريسة عربي اذي هريسة عربي دياري الاساس امتحها في الفلشية حثوم الطريقة سبق وشاركتها معاكم تو نخليلكم رابط الفيديو تحت العنوان الهريسة العربي سر من اسرار برنة الميكلة التونسية كما لنا قلينا تماتم مليح تو باش نبديوه نفوحو عنا مغارفة صغيرة مكوومة تابل وكروية مغارفة صغيرة مكوومة فلفل زينة حلوة مغارفة صغيرة مكوومة كركم نص مغارفة صغيرة سكنجبير وشوية فلفل اكحل السكنجبير يعطي بنا كبيرة في الجيج وفي الحم البقري ننصحكم تستعملوه واخذيت راس ثوم متوسط هرستو في المهريس مع شوية ملح الملح اللي بش نملح به في المرقة حطيتو مع الثوم هرستو به بش نحط الكمية الكبيرة متاع الثوم وبش نخلي شوية دوبليش في المهريس بش نزيدوهم في اللخر بالكل بش نحرقوا المكوومة تذومة ونخليهم يتقليوا مدة تقيقة على نار متوسطة اذا كان بش تستعملو كانت ماطم مركزة امرقوا بشوية ماء قبل ما تحطوا التوابل بش كيكا ما يتحرقوش انا ممرقتش على خطر حتيت عصير التماطم فيه الماء كملنا قلينا التوابل المليح بش نكمل نزيدو رقات رند وبش نحط شوية حمص منفخ تقريبا 150 جرام الحمصة دي محتفظة بي في المجمد وبش نمرقوا تنجرة متاعنا بالماء ماء سخون يغلي دي ما كيف تقليوا ماذا بيكم تمرقوا بالماء سخون حطوا كمية به السلسة متاع الروز تكون اجر شوية من السلسة متاع المقرونة وبش نغطيو على التنجرة متاعنا نخليوها تهز غلوة ونتعديو بش نحضروا الروز اخذت لهنية تنجرة بالماء حطيتها تاغلي على النار زدت فيها شوية ملح وعندي 500 جرام من الروز لصفر في تونس يسميوها الروز لصفر وفي بعض البلدان يسميوها الاروز الامريكي متوفر في دول العالم الكل هذية من احسن النوعيات متاع الروز اللي تحضروا بهم الوصفة هذية بش نخليوها كالروز يهز غلوة مدة عشرة دقايق عشرة دقايق بالضبط ما اكثرش ونرجعو بش نصفيوه هذية هو الروز متاعنا حاضر خلينيه هز غلوة متاع عشرة دقايق تو بش نمشي ونصفيوه ونحطوه يفور في الكسكيس هذية الصالصة متاع الروز قاعدة طيب بش نقلبها في المقفول على خاطر الروز عندي كمية كبيرة شوية بش نفورها في الكسكيس الكبير اكيك نحطو الكسكيس فوق المقفول يتفور في نفس الوقت هذية الروز كيفش نتحصلو عليه من بعد مصمتني عشرة دقايق في الماء صفيناه في المرحلة هذية تقريبا طيب بنسبة 60% تو بش يكمل الطيب كيف نحطوه يفور في الكسكيس بش نفوروه التفويره لولا مدة 15 دقيقة ونرجعو بش نسقيوه شوية بالمرقة ونرجعوه يتفور التفويره الثانية حذرت لهنيك عيبات بطاتا بش نقطعهم بالقطاع هذية مشرفة يجي شكلهم مزيين كل كعبة قسمتها على اربعة بش نعملوها خشينا شوية البطاتا هذية من بعض بش نفوحوها ونقليوها يجي شكلها مزيين وطعمها بنين برشة بش نزينو بها الروز متاعنا تنجمو تستعملو انواع متاع خضرت طيبوهم في المرقة متاع الروز على حسب الرغبة متاعكم ترمي وسفنيريا وإلا بطاتا بالنسبة لي اينا اكتفيت بالحمص وبش نقلي طريفات البطاتا هذو ما بش نزينو بهم لهنيتا والروز متاعنا فور التفويره الأولى بش نقلبوه في صحفة وبش نسقيوه شوية بالمرقة نخلطوه ونعاود ونرجعوه يتفور التفويره الثانية ارجعنا تولك الطريفات متاع البطاتا حتيت عليهم شوية ملح شوية كركم وشوية فلفل اكحل وبش نزيد عليهم شوية ماء كمية قليلة تقريبا ملعقة كبيرة ونخلطوه ممليح وبش نمشيوه نقليوهم في الزيت انا بش نستعمل لفريتاز بش نقليهم على مية وستين درجة بش هكيك يتيبوا بالقدي من داخل ويجيونا محمرين من برة اذا كان بش تقليوه في قلية عادية حطوا كمية بهية متاع زيت سخنوا الزيت بالقدي ومن بعد تقليوها على نار متوسطة ما تحطوش نار قليلة ما كانش تشرب كمية كبيرة متاع زيت وما تحطوش نار قوية ما كانش راهي تتحرق من برة وتقعد نيا من داخل ارجعنا تاوى للروز كمانا فورناه التفوير الثانية كل تفويره خمسة شندقيقة تاوى بش نقلبوه في الصحفة السالسة متاع الروز زيدة طابت وحذرت نتحصله على سالسة خاثرة في اللخر بالكل بش نزيد ونرميولها جريم فلفل أخضر نعملولها خوية مززيتونة تقريبا مغرفة كبيرة وبش نحطولها كمية الثوم اللي خليناها نص مغرفة صغيرة تقريبا نزيدوها في اللخر بالكل وبش نكملو برشة صغيرة من الفلفل لكحل ونخليوها تهز غلوة مدة دقيقة ونرجعو بش نخلطو الروز متاعنا نقلبو تاوى الروز في الصحفة نحلوها شوية كيما شفتم فرق كل كعبة وحدها وراهو طايب في حاقو اللي ما يعرش الطريقة هذية يجربها وبقدرة ربي رحملي على والدية هذه الصالسة متاع الروز كيفش نتحصلو عليها صالسة حمرة وعاقدة وريحتها بنينة برشة صبيتها لكل هتاوى على الروز بش نحيو طريفة متاع الجيج نحطهم على جنب كل جرين متاع الفلفل وكل وريقات متاع الرند زيدا نحيوهم نخلطو الروز متاعنا وبش نخليوه يتشرب الصالسة متاعو بمدة 4 ساعة فما شكون يدخلوه للفور يتجمر شوية بالنسبة لي يا اينا نخليه تشرب المرقة متاعو على خاطر الصالسة كيما شفتم عاقدة مهيش مميها وطاوى تشوفو من بعد كيفش نتحصلو عليه لهنا حبيت نوريكم البتاتا كيفش نتحصلو عليها من بعد مقلينيها في الزيت تكون لونها محمر مزيين في نفس الوقت طايبة بالقديم من داخل بنينا برشة على خاطر فوحناها بالكركم والفلفل لكحل هذي الروز متاعنا تشرب كمية المرقة متاعو حتيتو في صحنة تقديم يجي طايب في حقو كل كعبة وحدها توى مطبقة هنا كامش نزينوه بطريفات الجيج نحطو عليها كل جرينيت متاع الفلفل الخضر ونزينوه بطريفات البتاتا هذي هو الطبقة متاعنا نودكم ومن شهيكم جربوه بقدرة ربي ما تندموش من أبا ما تاكلو ان شاء الله هالفيديو كان واضح فسرت لكم ممليح اذا كان عندكم اي ملاحظة ولا تساؤل اكتبوا لي في التعاليق نجاوبكم نتقابلوا ان شاء الله في وصفات اخرين واخر حاجة نقولوا الحمد لله الذي اتعامنا وسقانا وكافينا وآوينا فكما ما لا كافية له ولا مؤوي ان شاء الله ربي دم علينا وعليكم النعمة وقالكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة